اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الاقلام حيث نرصد فيها ابرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية ونبدأ من اهم العنوة جاء في موقع الهيانت حقوق الانسان النيابية تقر بان الفشل الحكومي هو اهم اسباب ارتفاعي معدلات الانتحار في العراق وفي المدى عبد المهدي بصريون يشكون ثلوث المياه وغياب الخدمات وجاء في الحياة زعيم مداعش يظهر بعد خمس سنوات ويهدد بمعاركة استنزاف جاء في جزيرة نترابلس تستعصي على حفتر مواقف دولية جليدة بشأن معارك ليبيا ونقرأ في العرب الجديد الضرائب وتراجع سعر النفط ينهيكاني موظفي الخليج ونقرأ في العرب اللندني اغلاق مضيق هرمز خطوة انتحارية يدفع باتجاهها سقور ايران ونطالب اخيرا وليس اخيرا في البصار مراقبون مفهوم سيادة الدولة غائب عن العراق منذ 2003 اهلا بكم بدأ العراق عقب فرض العقوبات الامريكية على ايران بدأ وكأنه واقع بين مخلبين فالمخلب الامريكي الذي يرغب بتقويض التغلغ الايراني في منطقة الشرق الاوسط يريد من العراق ان لا يتحول الى بوابة خارجية لتهرب ايران من عقوباته بينما تسعى طهران الى ان تأخذ العراق الذي استثمرت فيه سنوات طويلة مالا ورجالا الى جانبها وتبقيه بوابة اخرى من بوابات هي صنعتها وتهرب منها وتهرب من تلك العقوبات التي يبدو انها بدأت تفعل فعلتها فيما بين هذا الاقتصاد الايراني مثلا وذاك المخلبين الايراني والامريكي حيث يقف العراق حائرا فهو لا يقوى على ان يرفض الامتثال اطلاقا للعقوبات الامريكية على ايران ولا يقوى ايضا ان يقول الايرانيين دعونا وشأننا فخلافكم مع امريكا يتعلق بكم لا بناء هذا مقال الكاتب ادريمي في صحيفة العرب الجديد نستمع الى جزء منها لا خيارات كثيرة امام العراق فالولايات المتحدة اذا ما قرر تصعيد مواجهتها مع ايران فان على بغدادا تمتثلا وانا فان العصل امريكي الغليظة ستكون قادرة على ان تقلب الطاولة على رؤوس ساسة العملية السياسية وخصوصا ان التصريحات الصادرة من السفرة الامريكية في بغداد وما اعقبها من تحركات عسكرية للقوات الامريكية في العراق تؤكد ان هناك تصعيدا امريكيا محتملا تجاه ايران في العراق اما ايران فانها وان لم تلجأ الى المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة في العراق لن تقف مكتوفة الايدي ولن تعدم وسيلة مضايقة للولايات المتحدة وهي التي تمتلك اوراقا كثيرة لتلعب بها غير الاوراق العسكرية فهناك الحكومة التي يمكن ان تعرقل ايران عملها من خلال النواب الذين يرفضون ما يحصل لايران وهناك ورقة الشارع التي مازلت ايران تعتقد ان لديها القدرة على تحريها من خلال بعض الزعمات الدينية والسياسية والحزبية لا تبدو الخيارات كثيرة امام العراق الذي وقع بين مخلبين امريكي وايراني وكلهما مفترس غياب الدولة بمفهومها السيادي عن عراق ما بعد 2003 جعل التركة ثقيلة جدا لكل من يتصدى العمل السياسي في هذا البلد وربما بات من الواجب ايضا على ساسة العراق ان يبحثوا عن كيفية تمكنهم اولا من استعادة السيادة المفقودة قبل الحديث عن الخروج من المأزق والصراع المتفجر بين امريكا وايرانا جاء في العرب اللندنية قد يسأل مواطن عراقي بسيط ما زالت جروح الحرب والصراعات الدموية ترسم على جسمه وضميره خارطة الالم اذا كانت هناك معركة سياسية ايرانية امريكية قد تقود الى صدام عسكري فما شأن العراقيين بذلك سؤال وجيه هل لان بلدهم جار لايران ليست هناك بلدان اخرى مجاورة لايران لكنها لا تعيش ما يواجهه الوضع العراقي من مخاطر مثل تركيا مثلا واذربيجان وافغانستان وباكستان سؤال وجيه هل ليس الاحرى بالعراق ان يكون اكثر بلدان العالم بعدا عن هذا الصراع سؤال يطرحه الكاتب ماجد السامراء في صحيفة العرب اللندنية من الصعب على المشهد السياسي العراقي ان يظل في المنطقة الرمادية ويظل مكبلا بالارتهان للجانب الايراني فقرات الخطاب السياسي والاعلمي للأحزاب والقوى الشيعية الحاكمة خصوصا الموالية لطهران متقطعة ومرتبكة ورديئة التوصيل للجمهور العراقي اولا وللرأي العام السياسي ثانيا مثل الوقوف بوجه حملة العقوبات الامريكية وتنديد بقرارات واشنطن ومواقفها اليومية من النظام الايراني ومحاولة التلويح بقوة الحشد الشعبي بوجه المؤامرة حسب تصريحات قادته الاخيرة الى المنازلة العسكرية حتى خارج الحدود مع ان الظروف تتطلب خيار الانحياز الى مصالح العراق العليا المواقف الحزبية توضح الى اي درجة يتقدم فيها الموقف الولائي على الموقف الديبلوماسي المتوازن يقول الكاتب حكام العراق يتحملون مسؤولية تاريخية تجاه بلدهم وشعبهم لإدارة هذه اللعبة اللعبة الجديدة بعقول حكيمة فيها الحدود الدنيا من الاستقلالية لأن القادم خطير على العراق لا أحد يطلب منهم ان يكونوا معادين اطلاقا لايران ولكن عليهم ان يواجهوا حكامها بالمخاطر المحيطة بالعراق وان يتركوه بحاله اما اذا ارادوا خوضة معارك تعبوية مثلا وقد تكون عسكرية احيانا ضد الولايات المتحدة في العراق او سوريا وفي غيرهما فهذه مجازفة كبيرة ستفتح فصلا جديدا من مأساة العراق جاء في القدس العربي منذ ان بدأت حملة التهيئة لشن الحرب على العراق في عقاب 11 من سبتمبر وقائمة الكتب الامريكية البرطانية عن العراق في تزايد المستعر وبعد ان كان عامة الامريكيين والبرطانيين لا يفرقون اصلا بين العراق وايران اذ حالما تخبرهم انك من العراق يأتيك التساؤل ايران اصبح العراق بلدا يتصدر قائمة الاخبار والمطبوعات خاصة حين سرع مهندس الحرب الى تحشيد الاجواء الدعائية النفسية لتقديم صورة للبلد تسوغ رسال قواتهم للقتال فيه والتضحية بحياتهم من بداية الاحداث في العراق عن تاريخ الاحتلال الامريكي وما حدث في العراق حيث كتبت هيفا زنجن في صحيفة القدس العربية من بين الكتب التي لقت نجاحا بعنوين تدل على مضمونها زمن القتل بالعراق بوابة قاتل بالعراق كنا واحدا جنبا الى جنب مع مشات البحرية الذين دخلوا الفلوجة وفي الرمادي القصة المباشرة لمشات البحرية الامريكية في اكثر مدن العراق دموية وتمنح دور النشر مساحة كبيرة للجنديات اللواتي اكتبن مذكراتهن اذ نشرت لهن عنوين على غراري احب بندقية اكثر مما احبك شابات في الجيش الامريكي وعصبة شقيقات امريكية بالعراق المفارقة الكبيرة التي نراها عند طلاعنا على حمى نشر هذه النوعية من الكتب هي ان نشر الكتب العاطفية ببطولة مقاتلين ومرتزقة بالاضافة الى نشر المذكرات التي تسلط الاضواء على مفهوم البطل الجندي الذي يضحي بحياته من اجل نشر القيم الديمقراطية نجح في استقطاب الخيال الشعبي الامريكي والغربي عموما والفوز بقلوب وعقول الناس العاديين اكثر من كل حملات الترويج الدعائي بكثير انها مذكرات يسهب فيها كتابها باظهار ما تعرض له من اخطار ليكسبوا عطف القارئ الامريكي والشارع الامريكي حتى ان كانوا مجرمي حد متعمدين عدم ذكر العراقين دائما طبعا او ذكرهم بطريقة تبين بان موت العراقي محزنون جدا ولكن الماساء الحقيقية هي معاناة الجندي الامريكي فقط جاء في موقع كتابات سؤال مشروع يخطر على ذهن اجهال من امثالنا واكبت نظالات الطبقة العمالية في مراحل تاريخية سابقة كانت الانظمة تحسب الف حساب لصوت هذه الطبقة التي قدمت التضحيات الجسام وهي تطالب بتحقيق العدالة والمساواة والحياة الكريمة للبشرية جمعة اصوات عمالية ومعها كل الشعب رفضت الاستغلال والتباعية وظلم والذل والخنوع عن عيد العمال في العراق كتب طارق جبوري في موقع كتابات في وطننا العربي ومنه العراق سجل العمال مواقف تاريخية غيرت من خلالها انظمة وهزة عروش مواقف لم يبقى منها غير ذكريات باهتة لم يعد يذكرها غير جيل مضى اضنته النكبات والانكسارات واحلام ضائعة سببتها زعمات سياسية اوصلت اوطاننا الى اسوأ حال حيث حلت الطائفية وغيبت الوطنية وارتفعت الاصوات النشاز بدل الشعارات القومية وها هي مناسبة عيد العمال العالمي تأتي علينا كسحابة صيف ليس فيها غيف اليوم حيث تمر علينا مناسبة عيد العمال في العراق بلا وهج ولا بريق امل حيث يعاني العمال من البطالة والفقر والمرض والحرمان من ابسط الحقوق معاناة تتقسمها هذه طبقة مع غيرهم من الفلاحين وشرائح المجتمع الاخرى لسبب هيمنة طبقة سياسية جعلت من العمل السياسي مصدر ارتزاق وتكسب ومنافع غير مشروعة بعد ان كان نضالا وتضحياتا ونكرانا للذات يقول الكاتب ما الذي يمكن ان يقال بهذه المناسبة في عراق ما بعد الاحتلال فبعد ان كان العمل قرسيته لانه يعني بناء الوطن والاسهم مع طبقات المجتمع الاخرى بنظته وتقدمه تحول العمال الى بطالة مقنعة بعد ان توقفت مكائن المصانع من الهدير واقفلت الكثير منها ابوابها في ظل سياسة متعمدة لابقاء العراق ضعيفا وتابع للغير في كل شيء واين نقابات العمال ودورها وتاريخها النضالية الذي لم يعود احد من جيل الحالي يذكر منه الا القليل سؤال وجيه وهل ما يجري من تعتيم على نضالات الطبق العامل العراقي صدفة ام عن سبق اصرار وترصد وتخطيقها جاء في عربي 21 هل من مصلحة العدالة والتنمية يعادة انتخابات اسطنبول سؤال يطرحه الكاتب في مقال بموقع عربي 21 وهو الكاتب سعيد الحاج حيث يقول مر شهر كامل تقريبا على اجراء الانتخابات البلدية التركية واعلنت النتائج النهائية والرسمية من قبل اللجنة العلية للانتخابات لان عملية الطعون المقدمة من الاحزاب المختلفة لم تنتهي تماما وخصوصا في اسطنبول الاول محاولة جدية لتغيير النتيجة باعتبار ان الفارق في الاصوات بين المرشحين لم يكن كبيرا الثاني العمل على تخفيف حدة الصدمة من النتائج ان كان على صعيد انصار الحزب او حتى على صعيد الاوضاع الاقتصادية في البلاد من خلال مد الفترة الزمنية قبل اعلان النتائج الى الحد الاقصى الثالث محاولة تبهيت فوز المعارضة والتقليل من حدته وتأثيره قدر الامكان من خلال عدم حسم نتيجة اسطنبول سريعا باعتبارها الاهم والاكبر بين البلديات وبغض النظري عن مدى قدرة الحزب على تحقيق هذه الاهداف الا انه ما زال مصرا على استخدام كافة حقوقه القانونية حتى اخر الشوط منتظرا قرارا نهائيا من لجنة الانتخابات لكن السؤال الاهم هنا الى جانب ما هي قرار اللجنة هو اذا ما كان قرار الاعادة في مصلحة الحزب في المقام الاول وجوابي هو ليس بالضرورة لان الامر يتعدى نتيجة الانتخابات وامكانية تبدلها طبعا الكاتب يتحدث عن انتخابات اسطنبول يعني هل من نصلحة العدلة والتنمية عادة الانتخاب في اسطنبول سؤال وجيه حيث يقول الكاتب ان عادة الانتخابات ستفقد تركيا وحزب العدلة والتنمية شيئا من الانطباعات الحسن التي كسبها في هذه الانتخابات واشادة مختلف الاطراف بها حتى ولو كانت اشادات مبنية على تراجع العدلة والتنمية فيها كما ان الصدور نتيجة معاكسة للحالية في الاعادة قد يضعف الثقة باللجنة العليا للانتخابات والمسار الديمقراطي في البلان بشكل عام خصوصا اذا ما ترضت عليها المعارضة وهو امر متوقع جاء في الوطن العمانية لم يكن الربيع العربي الذي احدث الصدمة في الواقع العربي ووضعه امام استحقاقات كانت غائبة عن رصد النظام العربي الرسمي لغاياته والتعامل معه بواقعية تامة بعيدا كل البعد عن الغلو واللجوء الى حلول ترقيعية سرعان ما تسقط امام دعوات التغيير الشام الذي اصبح عنوان المرحلة التي نعيشها حاليا وظروف التي يعيشها الاقليم العربي وجواره هي ظروف تشبه اجواء الحرب البارد التي خيمت على العالم خلال القرن الماضي عن الربيع العربي واستحقاقات المرحلة الحالية كتب احمد صبري في صحيفة الوطن العمانية من هنا فان الاستعانة بالعامل الخارجي اصبح هو الخيار الحاسم في مسار الاحداث في ليبيا واليمن والسوريا وقبل ذلك غزو العراق واحتلاله عكس عجز النظام الرسمي العربي في تعاطي مع تطورات الاحداث وضبط ايقاعها ففتح الابواب على مصرعها لتدخلات الخارجية في تقرير شؤون المنطقة ورسم خريطة جديدة لها هي بالاحوال كافة تتقاطع مع سيادة واستقرار ومصالح دول المنطقة وارادة شعوبها واذاء هذا التقاطع في صراع الارادات الذي تشده المنطقة ينبغي على دولها البحث عن مخارج توافقية لتجنيب المنطقة ويلات حروب ومعضلات كالتي شهدتها خلال الفترة الماضية ومزالت تأن تحت وطأتها واول هذه المخارج التخلي عن خيار الاستعانة بالعامل الخارجي ووقف تدخل في خيارات دول المنطقة وتعزيز اجواء الثقة بين بلدانها لتكون قاعدة لحل المشاكل العالقة بين دول الاقليم والجوار العربي يضيف الكاتب استنادا إلى الكوارث التي أحدثها التدخل الخارجي في بلداننا وانعكاز ذلك على أمنها واستقرارها وسيادتها ينبغي أن تتجه بوصلة الأحداث في سودان وجزار إلى عكس مسار التدخل الخارجي تجنب ويلاته المتوقعة وتتجه إلى الخيار الوطني المنسجم والملبي في نفس الوقت لتطلعات الشعبين الشقيقين في التغيير والإصلاح المنشودين فالبلدان هما تحت مرمى النيران المعادية وليست الصديقة وهنا تكمل الخطوح بعيداً كل البعود عن السياسة كشفت دراسة حديثة صادرة عن كلية روز نيستل للعلوم البحرية وجوية بجامعة مايامي ونشرت بمجلة مارين بوليوشن بولتين أنه يمكن الاعتماد على تحليل دم أسماك القرش الأبيض الكبيرة لاستخدامه مؤشراً لصحة النظام البيئي البحري الذي تعيش فيه ووجد فريق البحثين تركيزات عالية من الزئبق والزرنيخ والرصاص فيه عينات الدم التي تم الحصول عليها من أسماك القرش الأبيض الكبير بجنوب إفريقيا وقد كانت العينات تحتوي على مستويات تعتبر سامة للعديد من الحيوانات وجمعت دم المستخدم بالدراسة من 43 سمكة سمكة قرش بيضاء تم التقاطها قبلة ساحل جنوب إفريقيا في عام 2012 وقد تم رفع كل حيوان مفترس بعناية على منصة خاصة مما سمح العلماء بأخذ عينات من الدم وقياسات أخرى وذلك قبل وضع علامات على الأسماك وإعادتها سالمة إلى موطنها في المحيط وتفيد هذه الدراسة في إنشاء خط أساس مرجعي لمستويات المعادن الثقيلة الموجودة في دم أسماك القرش الأبيض بجنوب إفريقيا كما أنه يمكن القيام بأبحاث مستقبلية للاستفادة من خاصية أسماك القرش البيضاء تلك في تحمل آثار المعادن الثقيلة متابعة ممتعة مع الكاريكاتور متابعة ممتعة اشتركوا في القناة ايلى اللقاء اشتركوا في القناة